السؤال اللي بعد كده بيقول حاليا ارتفعت نسبة الطلاق في مصر كتير فما هو الحل؟ حضرتك شايف ان الحل الوحيد هو اذا كانت الزوجة رفض العيش مع زوجها لا يحق لها اي حقوق مادية وكذلك الزوج اذا رفض العيش مع زوجته لا يحق له اي حقوق للزوجة وخاصة بيت الزوجية لأولاد اطلب لحضرتك الحلول لهذه القضية طبعا السؤال كده شكله وكأنه ما فيوش ترابط قوي يعني هو السؤال ده عبارة عن سؤالين السؤال اللي اولاني بيقول لي ايه الحل في ارتفاع نسبة الطلاق الحل في الحقيقة من عدة جهات اول حاجة لازم نعرف ان السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الطلاق هو انخفاض الوعي لازم نعرف كده فقضية ارتفاع نسبة الطلاق هي قضية وعي ولذلك اللي حاصل لازم الناس يبقى عندها وعي بمدى خطورة الطلاق على حياتهم مش حياتهم الزوجية بس حياتهم المجتمعية كلها مدى خطورة الطلاق على الحياة كلها انا بقى بحب نتعامل مع هذه المسألة مع انخفاض الوعي بقانون الازاح ان الحسنات يذبن السيئات طب ايه الحسنات اللي تدفع هذه الظاهرة السيئة اللي هي زيارة ارتفاع نسبة الطلاق الحسنة هو ان الناس تتعلم ان الناس يبقى عندها وعي ولذلك اول حاجة انا شايف ان هي يبقى حل للمسألة ارتفاع نسبة الطلاق هو برامج المقبلين على الزواج برامج المقبلين على الزواج امره مهم جدا 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 لمكافحة ارتفاع نسبة الطلاق يا سادة اشتركوا في القناة